اشتركوا في القناة وعرب غاترس عن تقدير المفوضية والامم المتحدة للمساعدات والتسهيلات التي تقدمها مصر المفوضية ومن جانبها اكد شكري ان مصر منفتح على المجتمع الدولي في كل القضايا الانسانية مشيدا بالخدمات التي تقدمها المفوضية للاجئين في مختلف انحاء العالم وصل الى القاهرة رئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها برئيس عبدالفتاح السيسي هذا من المقررين يشارك رئيس عباس في اجتماع الوزراء الخارجية العرب في دورته المائة واثنين واربعين بمقر الجماعة العربية لإطلاع وزراء الخارجية على اخر مسجدات الاوضاع بقطع غزة اضافة الى الخطوات المقبلة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية لانهاء الاحتلال قال رئيس الامريكي باراك اوباما ان حلفاء رئيسيين بحلف شمال الاطلسي مساعدون للانضمام الى الولايات المتحدة في القيام بعمل عسكري لهزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق اضاف في مؤتمر صحفي في ختم اجتماع حلف شمال الاطلنطي في بريطانيا ان واشنطن ستدمر هذا التنظيم مثلما فعلت مع مقاتلي تنظيم القاعدة اوضح اوباما ان حلفاء رئيسيين في النيتو يقفون على اهبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الارهابي من خلال العمل العسكري والاستخبارات وانفاذ القانون وكذلك الجهود الدبلوماسية تداول عدد من مستخدمي موقع تواصل الاجتماعي تويتر صورة قالوا انها لزعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي بعد مقتل في احدى الغارات الامريكية على معاقل التنظيم بالعراق وسوريا حسب قولهم وقالت وسائل اعلام امريكية ان غارات القوات الامريكية على موقع محددة في طل عفر شمالي العراق تمكنت من قتل ثلاثة قياديين بارزين في تنظيم داعش بينهم زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي ولم تؤكد السلطات العراقية هذه الانباء تفقد المهندس ابراهيم احلب رئيس مجلس الوزراء وهيشام زعزوع وزير السياحة المركز المصري للقيادة الامنة بمدينة الخامس عشر من مايو انشئ هذا المركز مركز القيادة الامنة بتكلفة مائتي مليون جنيه ويهدف الى الارتقاء بقدرات قطاع النقل السياحي واعداد قائدي سيارات سياحية مؤهلين مهنيا وفنيا تبقى للمستويات العالمية يقدم المركز خدماته عن طريق عشرة برامج تدريبية للقيادة على مختلف السيارات انا بعتبر صرح من صروح الدولة بني على مدار عدد سنين على اعلى مستوى دولي جلنا زيارات متعددة من الخارج من مراكز ممثلة ده يعتبر اكبر مركز في العالم ومنطقة شرق الاوسط حتى هذه اللحظة نعترف ان احنا لم نستخدمه لاستخدام الكامل والامثل وجود السيد رئيس الوزراء معنا اليوم حيساعدنا ان شاء الله ان احنا ندخل في بعض التفاصيل والمعوقات اللي هي اثرت على اداء المركز خلال الفترة الماضية انطلاقا من اهمية ملف الوقاية والحد منظهرة حواز الطرق المصرية طبعا السياحة بتتأثر اجابا وسلبا بهذا الملف احنا بدأنا خطوات تنفيذية في قطاع السياحة والحمد لله المعادلات بتقل ولكن الشارع المصري مفهوش الوقتوبي السياحي الوحد قررت هونغ كونغ تخفيض تحذيرات الامنية لرعاياها بشأن السفر الى مصر وفي السياق النفسي رحبت وزارة السياحة بنضمام هولندا الى الدول التي الغت حذر السفر وعربت عن تفاؤلها بالموسم الشتوية القادم متوقعة انتشهد الفترة القادمة رواجا سياحيا مع الاستقرار الامني والسياسي المعنيون على رأسهم موقع ميد افريكا المتخصص في الشأن الافريقي توقعوا ان يفيق قطاع السياحة المصري من سباته ويعود قريبا الى عهده الذهبي بعد رفع اكثر من نصف قرارات حذر السفر التي فرضتها العديد من حكومات الدول الغربية جراء الاضطرابات الامنية في البلاد خلال ما يقارب اربع سنوات تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 افواج سياحية اجنبية ضمت تسعة ملايين ونصف المليون سائح كانت قد بدأت العام الماضي في العودة الى مصر حتى حلث التفجير الذي استهدف حفلة سياحية واصفر عن مقتل ثلاثة من السائحين الكوريين الجنوبيين في فبراير هذا العام ما حدى بخمس عشرة دولة اوروبية الى تحذير مواطنيها من السفر الى سيناء غير ان ثمانية من هذه الدول قررت مؤخرا من بينها هولندا والنمسا واليابان رفع تلك التحذيرات فيما يتعلق بالسفر الى جنوب سيناء ويمثل الاوروبيون ما نسبته نحو 72% من اجمالي الحركة السياحية الوافدة الى مصر بينما يشكل العرب والجنسيات الاخرى نحو ثمانية في المئة فقط لذا فان الحكومة تضاعف جهدها لجذب السياح ولسيما من دول الخليج العربي الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ العام 2011 كان لها تأثير سلبي على صناعة السياحة وهو الموقف الذي تعتقد الحكومة انه تبدل بعد عودة الاستقرار الى مصر في اعقاب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي الى سدة الحكم وسوف يستمر خلال المواسم القادمة قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الالقاف ان مصر عانت ولا تزال من تظيف الدين لاغراض حزبية وانتخابية لان بعض الاحزاب السياسية لا تزال تتخذ من بعض الجمعيات الدينية اجنحة دعائية لها تخدم اهدافها السياسية اكد الوزير في بن رسمي ان تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولائتها يشكل خطرا على وحدة نسيج المجتمع المصري مطالبان الجمعيات الاهلية بالتفرغ لمهامها الاجتماعية مثل سائر منظمات المجتمع المدني العاملة في تلك المجالات ترجمة نانسي قنقر